اشتركوا في القناة وخلالها الكادر الفني على عدد من الجوانب التكتيكية الخاصة بالأسلوب الأمثل لمواجهة المنتخب القطري المصنف في المستوى الأول ضمن المجموعة الثانية ووسط أجواء الأسرة الواحدة والانضباط الكامل يعيش لعبو المنتخب الأولمبي يومهم بدل من التمرين الصباحي الذي يجري في صالة الحديد وكذلك في المسبح داخل مقرأ الإقامة الذي شهد وصول منتخبات أستراليا والعراق والبحرين واليابان في حين اختارت منتخبات تايلند وقطر والسعودية الانتقال إلى فندق آخر اليوم الاثنين شهد عقد اجتماع تلحيبي من قبل اللجنة المنظمة بوفد المنتخب الأولمبي السوري في قاعة الاجتماعات فندق راما جاردن وقد تضمن درسا توجهيا للعبين في آخر التعديلات التحكيمية التي طرأت على قانون اللعبة من قبل الحاكم الكويتي المونديالي ساعد كيميل إضافة إلى شرح وافي لبعض الإجراءات والأمور التنظيمية في البطولة أما الفترة المسائية فقد شهدت إجراء حصة تدريبية واجتماعا للكادر الفني مع اللاعبين للوقوف جددا على بعض الملاحظات الفنية التي تم تسجيلها من خلال تمرين اليومين الأخيرين ويتابع الكادر الفني مشاهدة ومتابعة آخر التسجيلات والمباريات للمنتخب القطري لوضع التشكيل والخطة الأمثل لمواجهته علما أن اللاعب كامل حميشة سيغيب عن المباراة بسبب تراكم الإنذارات الصفراء خلال التصفيات التي جرت في الكويت خلال شهر آذار الفايت مع الإشارة إلا أن البطاقات الصفراء التي سينالها اللاعبون في البطولة لن تمحى قبل انتهاء الدور ربع النهائي وتنطلق فعاليات البطولة بشكل رسمي من خلال الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لفرق المجموع الأولى يوم غد الثلاثة في حين أن الاجتماع الفني الخاص بمتخبات المجموعة الثانية التي تواجد فيها متخبنا فسيجري يوم الأربعاء أما الإحصائيات ونتائج المتخب أولومبي السوري فهو سيشارك للمرة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 13 عام حيث سبق له واللعب في جميع النسخ المصابقة الثلاث خاض عشرة مباريات فاز في ثلاث مباريات وخسر في أربعة فيما تعادل في ثلاث لقاءات أحرز عشرة أهداف واحتزت شباكه 13 مرة أفضل مركز له هو الوصول للدور الرابعة النهائي في عام 2014 كل التوفيق لمتخبنا السوري في بطولة آسيا متمنى تكون الفيديو نال أعجابكم لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيال الجرس حطوا يصلكم كل شي جديد ومتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإستجرام تقبلوا تحياتي محذفكم غسان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة